بسم الله الرحمن الرحيم ده ECG بتاع طفل عنده عشر ايام نيو نيت معاه ماكولر راش على الفيس معاه ماكولر راش على الفيس السؤال الاول السؤال الاول بيقولك ايه هو الانترباراتيشن بتاع ECG وايه البروبابل دياغنوز بص معاي على ECG هتلاقي البر انتربال برو لونجد اكتر من 200 ميلي ساكند فده اصبح اللي هو بتاع الهارت بلوك بتاع الهارت او الكمبيليت هارت بلوك وده بيحصل مع النيونيتال لوباس يبقى الطفل ده عنده ماكولر راش بتاع النيونيتال لوباس وجاي بكمبيليت هارت بلوك سؤال الثاني هاو يويل كونفيرم الدياغنوزز اعمل الدياغنوز اعمله كونفرميشن ان انا بعمل الاقي فيه المكيرنا الانتي ار او الاس اس اي او والانتي لا الاس اس بي انتي بوديس دي قلقاها عند الماظر السؤال الثالث ايه هو التريتمينت بتاع حالة النيونيتال لوباس سيستيميك لوباس التريتمينت بيبقى عام طريق ال اي في اي جي في البرغنانت ويمين ويز انتي ار او وانتي لا انتي بوديس يبقى انا عنتي البريفنشن هيكون عن طريق ال اي في اي جي السؤال رقم اربعة الكمبيليت هارت بلوك دوت اللي حاصل مع النيونيتال لوباس ازاي اعالجه؟ اعالج الكمبيليت هارت بلوك عن طريق الكارديك بيكينغ اعمل كارديك بيكينغ يبقى التريتمينت بتاع الكمبيليت هارت بلوك في النيونيتال لوباس عن طريق الكارديك بيكينغ السؤال رقم الخمسه ايه هو risk of recurrence in future pregnancies the risk of recurrence يكون 15 في المية يبقى دوات الاسي جي بتاع طفل عنده عشر ايام مولود بماكل الراش على الفيس وده الاسي جي بتاعه فيه الكمبيليت هارت بلوك